استكمال ورفع الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الاستثمارات العمومية والتنموية على المستوى الوطني أهم ما ركز عليه قانون المالية لسنة 2024 الذي تمت المصدق عليه بالأغلبية من طرف أعضاء الغرفة السفلة للبرلمان أهم هذه السياسة العمومية أولا هي الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال طبعا النفاقة المباشرة برفع الأجور أو من خلال أيضا تضابير الجبائية التي جاءت أيضا لتحسين هذه القدرة الشرائية ومن جهة أخرى أيضا هناك المشاريع التنموية ومشاريع من خلال المبلغ المخصص للنفاقات الاستثمارات ويتوقع في الخارطة المالية لسنة المقبلة نفقات بأكثر من 15 مليار دينار أي ما يعادل 11 مليار دولار وهو المبلغ الأضخم في الميزانية منذ الاستقلال 18% منها موجهة للاستثمار العمومية كما تضمن المشروع تدابير رامية لدعم الاقتصاد الوطني بقوة غير مسبوقة على غرار إلغاء الرسم على النشاط المهني وزيادة الكبيرة في قيمة الأموال المخصصة لاستثمار إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية نجد أنه الوصل إلى 15.240 مليار دينار جزائري ما يعادل 11 مليار دولار يعني أكبر من الأضخم مبلغ منذ 2019 وطبعا هذا القانون أيضا يعني جاء للتكريس ما يسمى بسياسات العمومية لرئيس الجمهورية بكل سياسات العمومية إلغاء الرسم على النشاطات النشاط المهني وهو كان موضوع دائما منذ سنوات يعني أكثر من ثلاثين سنة موضوع للطالب من طرف أرباب العمل يعني كل المسؤولين للشركات الاقتصادية قانون المالية يعدون مطلح حكمة جديدة تقوم على عقلنة تسيير الموارد وتكيفها مع الأوضاع الدولية والاقتصادية التي تعكس الصورة الواضحة لاحتياجات الشأن الداخلي ومراعاة الظروف المعيشية والنظرة المتبصرة الاستشرافية من أجل تحقيق التنمية الحقيقية ترجمة نانسي قنقر